تأخير إقرار موازنة 2023 وتواصل الخلافات بشأنها يؤكد مجددا هشاشة الاتفاقات السياسية التي تشكلت في ضوئها حكومة السوداني فاللقاءات المتواصلة بين الأطراف السياسية لم تصل بعد إلى حل حاسم لتمرير الموازنة الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يرفض تعديلات اللجنة المالية على عدة فقرات أبرزها السيطرة على تصدير النفط وتسليم عائداته فضلا عن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية برلمان كردستان العراق والذي عمق الخلافات بين الحزبين الكرديين فيما لا تزال حصة كردستان العراق وبعض الفقرات الخاصة بكردستان مثار جدلا حيث أصبحت حجرة عثرة أمام إنجاز الموازنة ووضعها في جدول الأعمال للتصويت عليها بالنظر إلى الخلافات الكبيرة بين الحزبين الحاكمين في كردستان العراق ويقول مراقبون إن الثغرات الجدية في الموازنة حولها المتنفذون والمتصارعون إلى أداة ضغط وابتزاز ولي أدرع وكل حديث عن أن تأخير إقرار الموازنة يعود لأسباب فنية أو مالية أو اقتصادية هو حديث بعيد عن الحقيقة فالتأخير سياسي مثل ما هي الموازنة ذاتها ويكون خلفه الصراع على الحصص آخرون رأوا أن تأخير تشريع قانون الموازنة سيفقد القانون أهميته الاقتصادية فنصف السنة الحالية شرف على الانتهاء ولا تزال الموازنة تراوح مكانها لافتنا إلى أن الموازنة ستكون لأشهر معدودة ما سيؤدي إلى عرقلة جميع المشاريع الاستثمارية المرصودة فيها كما أن تأخير تشريع قانون الموازنة سيكون له تأثير مباشر على رواتب الموظفين الجدد الذين ينتظرون إطلاق رواتبهم فيما أكد خبراء في الاقتصاد عدم قدرة القوى السياسية على تمرير قانون الموازنة وأن الخلافات ستتعمق مع كردستان العراق بشأن عدة ملفات ما قد يعطل التصويت على القانون يحصل هذا التأخير الكبير بإقرار الموازنة فيما المواطنون ينتظرون إقرارها على أمل أن تخلصهم من الواقع المزري الذي يعيشونه فيما يتعلق بتدهور الاقتصاد والدينار والبطالة والتداعيات السلبية لكل ذلك على كل القطاع اشتركوا في القناة